اشتركوا في القناة مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد من عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضل الشيخ دكتور محمد صافي المستغلم حياك الله دكتور حياكم الله وبركاته الله فيكم دكتور سئلة الأخوة المشاهدين نرجئها إلى مبعد قاف نعم أحسن يعني على الأقل حتى نمضي قليلا ويعني تتجمع عندنا مجموعة على الأقل تساوي حلقتين على الأقل من السئلة والاستفسارات إن شاء الله توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا توقفنا سابقا عند المعني بلفظ الأعراب والتفريق ما بين العرب والأعراب والعربي والأعرابي وقلنا البعض يقع في يعني في الوهم بأن الأعرابي هو مفرد العرب ووضحت هذه المسألة الآن انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الرسائل التي تقول الأعرابي هذه الهمزة هي همزة السلب أو همزة الإزالة مثل قصطة وأقصطة قال العرب من معانيها التمام والأعراب من معانيها سلب التمام فيصير إلى النقصان وذكروا من ذلك عربا أترابا أي مكملين فما أدري هذا المعنى هل هو دقيق وهل ينطبق على هذه الآية التي نحن بصددها الآن بارك الله هذا مما انتشر يعني بدأت بسؤال صعب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم أولا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا سنشرحها الأعراب المتفق عليه عند المفسرين وعند شراح اللغة العربية أن العربي هو الجنس العربي الذي يعيش في المدن والقرى والضواحي إلى غير ذلك والأعراب هم أصحاب البوادي بشكل عام هو منه أعرابي اسم جنس لأنه لا مفرد له ولكن الياء أضيفت إلى اسم الجنس فصار أعرابي مثل نقول الروم رومي هذا اسم جنس يعني هي نسبة نسبة وأصبحت تدل على المفرد نقول قال أعرابي أي إنسان ينتسب إلى الأعراب ما تفضلت به هو جانب من الصواب الآن تروج كثير من الرسائل في الواتساب وفي وسائل التواصل يأخذون معنا ويحبون أن يعمموه على جميع المعاني الذين يقولون عربا أترابا صحيح عربا كاملات خلقهن الله على أعظم حال إلى غير ذلك هذا معنى من معاني عربة أنت تعرف ابن فارس في معجم المقاييس يقول لك مثلا هذا الأصل أو هذا الجدل دعني أقول داء خالة له أصلان فكلمة عرب من معانيها اللغة العربية الإعراب بمعنى الإبانة والتبيين الإفصاح والإفصاح والإبانة وأعربة البكر تعرب ماذا نقول عندما نقول البكر تعرب عن نفسها عفوا الثيب تعرب عن نفسها ونقول فلان تكلم فأعرب أزال العجمة أزال العجمة أو أفصح وأبانة بارك الله فيك عن نفسه فالعربية من هذا المعنى والعرب من هذا المعنى والعربية هي اللسان الأعراب هم الذين كانوا يعيشون في البدو طبعا الذين يروجون للرسائل يقولون كيف يذم الله قوما بأعينهم نقول هذا جانب بسيط وفهم قاصر الله خلق كل البشرية وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فعندما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود الله هذا ما صدر منهم هم آمنوا خوفا من السيف فقط فكثير قالوا آمنوا قال لا لأنتم أسلمتم الإيمان لابد أن يدخل في القلب وأن يستقر ويتمكن ولما قالوا أجدروا أن لا يعلموا حدود الله هذا واقعهم لا يوجد مدارس لا يوجد مساجد يعيشون بدوا رحلا أين يتعلمون فأجدروا وأحقوا أن لا يتعلموا بينما في القرى والمدن تكون المساجد والمدارس ومنارات التعليم من هذا الزاوية الله لا يضم خلقا خلقهم الدليل ذكرني في آية وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ إذن الأعراب فيهم خير وشر مثل العرب فيهم خير وشر فأنا لا أمني لهذا التفسير الذي تفضلت به والذي شاء للأسف طيب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذه لها حادثة معينة لها سبب معين بارك الله فيك علماء أسباب النزول يذكرون أن هذه الآية نزلت في بني أسد وبني أسد كانوا حوالي بعيدين نوعا معني المدينة وكان معظمهم من الأعراب وكانوا يعني أظهروا الشهادتين ولم يكن الإسلام والإيمان قد تغلغل في نفوسهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرين أنهم آمنوا الإمام قتادا والإمام أقالوا أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بني فلان وبني فلان فأجابهم الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فرق بين الإيمان والإسلام الإسلام أسلمتم وأعلنتم كلمة التوحيد حقنا لدمائكم وحفاظا على أولادكم وأزواجكم من السبي ومن الأسر ولم يستقر الإيمان في نفوسكم بارك الله فيك هل هذا معنى ذلك كانوا منافقين لا سنجيب بعد قليل ونتحدث بقوة ونشرح إنما أسلموا بألسنتهم لذلك القرآن يعلمنا أن ندقق في استعمال الكلمات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ركز الإيمان والإسلام بينهما فرق فحين تستعمل كلمة الإيمان والإسلام في نفس السياق تختلفان وإذا استعملت كل واحدة في السياق السياق يحدد فهنا أسلمنا ظاهرياً الله قال لم قولوا أسلمنا ولكن لا تقولوا آمنا كلمة آمنا كبيرة لها مقتضايات الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ونطق به اللسان وصدقته الجوارح أنتم قلتم أسلمنا حقنا لدمائكم فمقبول هذا مبدئياً منكم طيب قال لهم وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِسْلَامُ ما قال وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِسْلَامُ قال وَلَمَّا يَدْخُلِهُ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ طبعاً لم ولما أخوات لم جازمة ولما جازمة إلا أن لم تجزم في الماضي فقط لما تجزم في الماضي إلى زمن الحال نقول لم تؤمنوا نفع عنهم الإيمان في الماضي وربما أمنتم الآن وَلَمَّا يَدْخُلِ إِشَارَةِ لَا أَنَّ الْإِيمَانَ سَيَدْخُلُ فِي قُلْوهُ لما بعد كأنه يقول لم يدخل بعد فلما أدات نفي جازمة تفيد التوقع واضح فكأن هذا ليس من التكرار بعضهم يقول هل هذا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان لا ليس تكرار لم تؤمنوا في الماضي ولما يدخل أي سيدخل بعد قليل وهذا فيه تنبيه إلى أنهم سيؤمنون واضح قبل أن نرسلها قالت الأعراب نقول قال الأعراب وقالت الأعراب نعم صحيح جمع التكسير يجوز فيه الوجهان صحيح وقال نسوة في المدينة ونستطيع في غير القرآن قالت نسوة هنا الله يستطيع أن يقول جل جل قال الأعراب وقالت الأعراب لكن أنثى قال أتبتاء التأنيث لبيان ضعف عزيمتهم سبحان الله هذه إشارة يعني إشارة من استعمال التأنيث يستعمل في الليون في كذا فقالت الأعراب كانت عزائمهم ضعيفة فلذلك أنثى الفعلة إشارة إلى هذا المعنى بارك الله ولماذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذه إشارة إلى أن مكان الإيمان القلب بارك الله فيك ولم يقل انظر ولم يقل ولما يستقر الإيمان في قلوبكم لا قال يدخل ولما يتغلغل لا لا لما يدخل بعد لما يدخل يستقر يا أخي هو أولا يدخل الإيمان ثم يتمكن ويستقر ويتغلغل هذه الآية بالحقيقة تبين أن الإسلام الشفوي غير الإيمان الحقيقي وتصحيح للمصاري العقدي فكلمة الإسلام أشرح جيدا في مثل هذا السياق هي إسلام ظاهري ركز كلمة إسلام الإمام الراغب يقول كلام جميل جدا يقول الإسلام مضرباني في الشريعة إسلام دون الإيمان هو مثل هذا إسلام بالفم وبالنطق لا صلاة لم يستقر الإيمان بعد جيد قالت العرب آمن قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا إسلام بالهوية بالهوية أو بالإسم فقط كأن إسلام أعمق من الإيمان أعمق من الإيمان أن تسلم روحك وجسمك وحياتك لله أسلمت قال له ربه أسلم إبراهيم قال أسلمت لله رب العالم أسلمت ما معلأ أسلم آمنت واستسلمت وخضعت هنا كلمة إسلام أكثر من الإيمان لها الإنقياد الكري هذا كلام الإمام الراغب المفردات في شرح الكلمة إذن لا نفهم كلمة الإسلام دائما هنا الإسلام بمعنى اللغوي بمعنى إن قدنا وخضعنا حقنا لدمائنا وأنظر إلى دقة القرآن أستاذ محمد أعيد لقراءة الآية من فضلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أنا أريد الرد القرآني الرباني قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا جاي لما قالت الأعراب آمنا مقتضى المنطق أن يقال لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا لكن الله ماذا قال مما قال لهم لا تقولوا آمنا لو قال لهم لا تقولوا آمنا كأنه ينهاهم عن الإيمان والقرآن جاء لتثبيت الإيمان لا لنهي عن الإيمان استهجانا وإبعادا لهذا المعنى قال قل لم تؤمنوا هذا يسموه مخالفة عدول عدول عجيب لغوي حتى لا يصدر عن القرآن لا تقولوا آمنا ما جاء محمد إلا ليقول للناس آمنا انتبهت أستاذ محمد واضح ننتقل الجزء الثاني ولكن قولوا أسلمنا لم يقل لهم ولكن أسلمتم أسلموا قل لم تؤمنوا تقابلها ولكن أسلمتم والله لو قال ولكن أسلمتم لا شهد لهم بالإسلام الحقيقي قال قولوا أسلمنا باللسان فعدول في الجملتين من أعظم العدول في الصيغة لبيان حقيقة هل هم مؤمنون أم مسلمون باللسان لأنه تخيل لو قال الله لهم ولكن أسلمتم شهدوا والله أسلمتم معناته آمنتم شهد لهم قال ولكن قولوا أسلمنا ما زالت العملية في نطاق القول والصوتيات ولم تنتقل إلى القلوب والضمائر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي تشير كما قال الزمخشري أول من قال هذا الكلام وتبعه الآخرون تشير إلى توقع إيمانهم وفعلا أحسون إيمانهم طيب قال وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَةَ هنا فتح باب التوبة وَإِنْ تُطِيعُوا أَحْسَنْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتُطِيعُوا طبعا الإيمان خلاص وقال قولوا أسلمنا ولكن حاولوا أن تدخلوا في الإيمان الحقيقي وأن يستقروا العملي العملي وأن تأتوا بمقتضايات لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تحسن أخلاقكم وتزدادون إرتقاء في مدارج التقوى والطعام وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أعطي النتيجة لا يلتكم لا يلتكم أي لا ينقصكم وَلَا يُنْقِسْكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ لَا تَيَلِيتُوا في اللغة العربية وَآلَاتَ وَآلَتَهُمْ إِلَاتًا بمعنى نقصة هذه غير ولا تحين من ناص لا تحين من ناص ليس أوان من ناص وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ أي لا ينقصكم من أجر السؤال المطروح لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى هنا لا ينقصكم لا يظلمكم وهذا الفعل ما أدري إذا تكرر في القرآن مرتين فقط هنا وفي آية وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهُمْ أي وَمَا نَقصْنَاهُمْ لماذا الأعراب المتحدث عنهم من بني أسد وبعضهم من غطفان وهذه لغة بني أسد سبحان الله وَنَعْمَ القرآن غطفان قلْ لَاتَهُ يَلِيتُهُ لَيْتًا أي نقصه قرآن استعملها يا أخي كيف ينطق القرآن الأعراب وينطق المتحدثين بلغتهم سبحانك يا ربي هذه عظمة عجيبة محمد صلى الله عليه وسلم مهما أتي من فصاحة لا يستطيع أن ينتقي هذه الألفاظ انتقاء عجيب إذن لا يلتكم لا ينقسكم من أجوركم لا تقول كأنه يقول لا تقول إذا تأخرتم في الإيمان وأسلمتم ظاهريا وتأخر إيمانكم أنه سينقسكم لا 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 سيعطيكم أجوركم وافية كاملة لكنه ما قال أجور قال من أعمالكم يعطيك لا يلتكم من أجور أعمالكم من أجور أعمالكم طبعا من ثواب أعمالكم بما معناه الله تعالى يحب توبة عفاد هذه كلمات مرغبة جدا بعضهم قال وَإِن تُطِيعوا لماذا لم يقول وَإِذَا تُطِعُوا تُفيدُوا التحقق هذه إشارة إلى أن الله في غنى عنهم لو لم يؤمنوا هم الذين يتضعوا إن تُطِيعوا على الندرة فإن الله أغنى عنكم إن تُطِعوا وتدخلوا فإن ذلك سيعود بالخير عليكم إن الله غفور رحيم ترغيب وتشويق وتحفيز للإيمان وللعمل الصالح والطاعة والمغفرة تترتب على الإيمان والعمل الصالح إنما المؤمنون نعم الحقيقيون بارك الله فيك لأنه كان يتحدث لا تقول آمنا جاء وقت بيان الإيمان الحقيقي من هو المؤمن الحقيقي بارك الله فيك قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هذه آية عجيبة وقلنا نحن في بداية الصورة لعلك تذكر صورة الحجرات تتحدث عن الأخلاق التي تنبني على الإيمان الذي يقول فقط صورة الأخلاق والله الآيات تعارضه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين خمس مرات إنما المؤمنون إخوة إنما بالحسر و هنا إنما المؤمنون انظر إلى التناسق إنما المؤمنون الحقيقيون أنت قلت الحقيقيون أنا أقول إنما المؤمنون الصادقون الرفيع درجات الإيمان ما يلي نقطتين أعطينا مما يتكون المؤمن الصادق الذين آمنوا بالله ورسوله يؤمن إيمانا جازما صادقا بالله ورسوله يؤمن بالله إلها وربا ومالكا وخالقا بكل الربوبية والإلهية وبالأسماء والصفات ويؤمن بالرسول رسولا نبيا مشرعا جاء من عند ربه بالقرآن الكريم وبالسنة الصحيحة يعني تعطي حق الله وتعطي حق رسوله نواصل ثم لم يرتابوا ما معنى ثم لم يرتابوا؟ تشككوا ثم لم يتشككوا لأن هذا نقيض الإيمان الشك نقيض الإيمان صحيح ثم لم يرتابوا ثم لم يشكوا جيد وهل الإيمان إلا عدم الريب؟ ما معنى لما تقول أنا آمنت معنى لست مرتابا قال العلماء لماذا عطف عدم الريب؟ وهو جسء من الإيمان أنت أصلاً ما تقول أنا مؤمن لا يوجد الريب يعني هذا قد يهسر البعض من الإطناب من الإطناب جيد أتركه من الإطناب لكن إطلاب مفيد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله قد تأتي بعض العقبات والله الآن نحن نعيشها والله نحن نعيش كم من الناس يشككون في دينهم اليوم عن طريق الشابكة عن طريق بعض الفيديوهات عن طريق أناس يزرعون شكوكاً لأهل الإيمان المؤمن الحقيقي ثم لم يرتابوا يستمرون في التصديق دون ارتياب لذلك ثم هنا ما نوعها للتراخي الرتبي لأن حقيقة الإيمان تتضمن عدم الارتياب لكن الله قال آمنوا درجة أعلى ثم لم يرتابوا أي بلغوا القمة بعدم الريب أبداً وهذا لأنك أن لا ترتاب أعلى قمة من أن تؤمن بقط فهي درجة عليا فأتى بثم التي تفيد التراخي الرتبي ليشيد بهم ويعلي من قيمتهم طيب قال ثم لم يرتابوا ولم يكتفوا بهذا الأمر فقط بارخ الله فيك وإنما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نعم هنا بذل الجهد هذا ترقي أكثر ترقي أكثر إنسان يعمل مؤمن ولا يفعل شيء إنسان مؤمن ويجهد بماله ونفسه ويعرض نفسه الخطر هذا عمل الطاعات أكثر لذلك هنا وصف الإيمان الحقيقي أن تؤمن بالله ورسوله طبعاً ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا ترتاب في طريقك وأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى تبعد كل الريب والشبهات ثالث أو رابعاً تجاهد في سبيل الله بمالك ونفسه لماذا قدم المال على النفس؟ هذا كلام المال على النفس طبعاً أيهما أعظم النفس أم المال؟ النفس النفس وردت تقريرنا جماعتها وتكلم عنه للماء حديث عن النفس والمال في القرآن الأموال والأنفس عشر مرات تسع مرات سيد محمد هذه أنا وضعك الآية تسع مرات قدم الأموال على الأنفس تسع مرات مرة واحدة قدم الأنفس على المال سأدفر لك طبعاً النفس البشرية تحب المال وتحبون المال حباً جمّة جيد الذي يجاهد في سبيل الله أيه أنفع للأمة أن يذهب ويموت أم إذا كان عنده أموال يعطيها المال أنفع أنفع للأمة لجيش المسلمين من جهز غازياً فقد غزى ورثمان بن عفان لما أتى في جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم طبعاً جهز ألف واحد جهز العديد وأتى فمن يجهز من يسيدي وكلمة أنا أعجبني الإمام البيضاوي قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذه ليس فقط في الجهاد ليس فقط في ختال العدو في الحياة يعني في الحياة تبذل جهداً تبذل مالاً تبني مستشفى تحفر بئراً تبني مدرسة تؤسس مجمعاً للقرآن تؤسس جامعاً هذا جهات بسبب الله أنت تؤسس داراً للأيتام للمسنين تبذل من مالك كل عمل فيه جهد مالي وعضلي يدخل هنا ماذا قال بيضاوي؟ يدخل فيه كل أعمال الصالحات المادية والبدنية منها القتال في سبيل الله الآن نعود إلى سؤالك الإنسان مطالب أن ينفق وأن يشارك مع الأمة الإسلامية مع دولته مع وطنه بماله بزكاته هذا مقدم النفس تحب المال فإذا استطاع هذا المؤمن أن ينفك من المال هذه درجة عظيمة تغلب على المال والناس تحب المال حباً جماً جيد إذا زاد وترقى ما عليه إلا أن يجود بنفسه لذلك الله يطالبك أولاً بالمال لا بالنفس لأن النفس عزيزة جداً جداً ويا أخي ينفق الذي لا ينفق من ماله يقدم نفسهم أبداً حتى لا يضحك فهذا من باب الترقي كذلك من باب الترقي أنت أولاً أنفق من أموالك ثم تنفق من نفسك جيد في آية وحدة فقط قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لماذا أنفسهم؟ الله لا يشتري إلا أغلى شيء يا سبحانك إن الله اشترى اشترى اشتري من المشتري؟ الله أعطاك في أغلى شيء أغلى شيء بعد ذلك الأموال تأتي بعد الأنفس طيب بشرط أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله ليس في سبيل أي شيء آخر ولا عصبية ولا جاهلية ولا شهرة ولا كما تعرف أولئك هم إشارة للبعيد المنزلة بارك الله صحيح؟ نعم هم الصادقون وأسلوب حصر وقصر حصر فيهم الصدق الإيمان الصادق أولئك العالو المنزلة هم الصادقون حقا أسلوب قصر ما معنى هذا النوع من القصر؟ هذا قصر إفراد هؤلاء هم الصادقون المؤمنون الذين آمنوا ولم يرتابوا وجهدوا لا أولئك يعرض بالأعراب الذين قالوا آمنوا كأنه يقول كذبتم لكنه لم يقول كذبتم أولئك هم الصادقون تدل على أنهم كانوا كاذبين في تلك اللحظة لستم أنتم وإنما هؤلاء هؤلاء هم الصادقون بهذه المعايير قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم ما زلنا مع هؤلاء الآيات تعالج أولئك الأعراب الذين جاءوا إلى المدينة وقالوا يا محمد آمنوا قل لم تؤمن بدأ يصححهم العقيدة قلوا أسلمني إلى حد الآن جيد لما سمعوا هذه الآيات قال آمنوا قل لم تؤمنوا جاءوا قال يا محمد والله إنا لمؤمنون وكذا وكذا فجاءت الآيات قل أتعلمون الله بدينكم أخي تخبر أنت الذي يعلم أنا أستاذ أنت مدير أنت فلان نجهل أتعلمون الله بدينكم تعلمون ما معنى أتعلمون أصلها أتخبرون الله بدينكم لكن الله لم يكتفي أتعلمون قال أتعلمون تريد أن تعلم الله لأنك تخبره وتعلمه محاشة لله أنت معي فعد الفعل بالباء لأنه لو المقصود علم فقط لا يتأتي الباء أنت تقول أتعلمون الله دينكم لا بدينكم الباء تدل على الإعلام أتعلمون فيها تضمين فيها تضمين بارك الله أتعلمون الله بدينكم كأنه لا يعلم وهو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني سفه وطيش وعدم خلق مع الله سبحانه وتعالى فالكلام أتعلمون الله وتخبرونه بدينكم بارك الله كأنه لا يعلم وهو الذي يعلم ما في السماوات والأرض أسلوب توبيخ وتبكيت هو قاعد يوقظهم من سباتهم يحركهم من مواتهم والأعراب يتعلمون وهذا أستاذ محمد وأسلوب إنكاري السؤال قل أتعلمون يلقن محمدا صلى الله عليه وسلم كيف يعلمون أتعلمون أسلوب إنكاري استفهام بارك الله والدلال على أنه وتعلمون قال والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والوحالية والحال أن الله يعلم ما في السماوات والأرض والذي يعلم ما في السماوات بالله عليك أنا استفدنا كثيرا من محاضرات علم الفلك يا أخي ملايين المجرات والمجرات فيها ملايين بل مليارات النتوم يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعجزه أن يعلم ما عن دينكم لنتم فهذا تصحيح عقدي كبير والذي تصحح في نفسه العقيدة فإنه يهتدي ويتعلم كيف يجل الله وكيف يوقره وكيف يذوب في عبادته طيب حينما قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض وحيانا يقول ما في السماوات والأرض لكن هنا قال ما في السماوات وحيانا يقول يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض كلها السياق يتحكم هنا موجود ما صحيح لأن الحديث عن البشر والخطاب عن البشر فأتى بما في الأرض ما عامة تأتي على غير العاقل وعلى العاقل تضم الجميع لو كان في فقط حديث يعلم ما في السماوات والأرض وتكون العملية خاصة بأهل السماء أو بكذا فتحذف الماء بارك الله فيك و أي يوم ما أشرنا إلى ذلك والله بكل شيء عليم هذا تذيل تذيل عليم عليم صيغة مبالغة عليم ليس بما في السماوات و بكل شيء يخطر في أذهانكم و بقلوبكم و خواطركم فكيف تعلمون الله بدينكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ما زال يعالج هؤلاء الأعراب أتى بن أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن لم نقاتلك قاتلك بن فلان وبن فلان و أتينا إليك طائعين فاعرف لنا حقنا فاعرف لنا حقنا فلذلك جاءوا يمنون بإسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كما تعرف كلمة المن أستاذ محمد كلمة المن هي القطع منة قطعة و منه أجر غير ممنون أجر غير مقطوع لكن كيف تأتي هنا بمعنى قطعة بمعنى جيد المن كلمة المن و المنة يعني الأصل اللغوي الأصل اللغوي من قطعة تقول من الحبل قطعه و منه أجر غير ممنون أجر غير مقطوع و إما منا بعد و إما فداء المن تمن عليه تقطع حاجته و تقطع أسره و قيوده تقوله مع السلامة تمن عليه بمعنى تتفضل كلمة المن أصبحت تعني الفضل العظيم و المنة و النعمة العظيمة و التفضل و التفضل و الغني يتفضل على المحتاج قطعا لحاجته هكذا حتى لا يطمع و أنا لا أريد منك شيء أقطع و أعطيك منة و نعمة قطعا لحاجته آه انتبه في حق الله تعالى المنة لله و الإفضال من الله و النعمة من الله و هو يمن على خلقه بمعنى يعطيهم و المن من الله لأنه خالق كل شيء أما أنت بشر على بشر لا تمن عليه بمعنى لا تتفضل و تذكره بنعمتك عليه أنت خلص فعلته لوجه الله لا تقطع أجرك لا تقطع أجرك فيها القطع ملحوظ لكل شيء هؤلاء الأعراب قالوا يا محمد نحن لم نقاتل كما قاتلك غيرنا فعرف لنا حقنا يعطينا وضعية خاصة فقال الله سبحانه يمنون عليك أن أسلموا أن أسلموا انظر المصدر المؤول يمنون عليك بإسلامهم أن أسلموا يمنون و يذكرون هذا تفضلا عليك قل لهم يا محمد يؤذبه و يلقنه كيف يعلمهم قل لا تمنوا علي إسلامكم أصلها قل لا تعدوا علي المنة في إسلامكم لا تمنوا علي بإسلامكم كلمة إسلامكم منصوبة بنزع الخافض أصلها لا تمنوا علي بإسلامكم حذفت الباء فنصبت إذن لا تعدوا علي إسلامكم واضح؟ بل بل إضراب إبطالي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أنت معي سيد محمد جيد هم على من منوا على الله أم على الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله بك يمنون عليك الله جل جلاله لم يقل له قل أمن عليكم لا 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 الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمن أبدا يعني إبعادا لهذا المعنى لم يقل له بل أنت تمن عليهم بل إمن عليهم بل الله لا يطلب هذا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك والله تعالى لم يقل له بل أنت تمن عليهم لو نسب المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان سيئا غير مقبول الرسول لا يمن أما الله هو الذي يخلق و يتفضل و يمن انظر إلى التصحيح العقيدة حتى في الآية الثانية قال وَإِمَّا مَنَّا بَعْدُوا وَإِمَّا جاء بالمصدر هكذا لم يقول مَنَّكَ أَنتَ مَنَّكَ أَنتَ أو مِنٌ عَلَيْهِمْ قال مَنَّا بَعْدُوا بارك الله فيك ولم يأتي بضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتقي ضمير رسوله مع فعل المن ولذلك في القرآن وَالْمَنُّ مَنْبُوذُ مَنْبُوذُ قولاً واحداً وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ لَا تَمْنُنْ عَلَى الْآخَرِينَ تُريد أن تستكثر عليهم بصدقاتك و كذا و في آية الصدقات لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى لا تذكروا أنا فعلت و فعلت لا تمن أما الله تعالى يفعل وَلِلَّهِ الْمِنَّةُ وَلِلَّهِ الْفَضْلُ الْمُطْلَقُ لأنه هو الذي خلقك و رزقك و فعل لك وأنت من الذي تفعله و من أسمائه المنان جل جلاله و بارك الله فيه فهذه الآيات أستاذ محمد لا تزال تعالج الأعراب و توجههم العلماء لعلك تذكر أنا سألتك سؤال هل قولهم آمنا و الله صحح و قال قولوا أسلمنا صحيح هل معنى ذلك هم منافقون قلت لا لا الإمام بن القيم بن القيم الجوزية هذا عالم جليل سني سلفي لغوي نقيم الجوزية جمع بين بين العلوم شدة من أساتذته المختلفين قال هؤلاء ليسوا من المنبل كان إيمانهم ضعيفا كان ظاهريا و ثم تفرق بين الإيمان المطلق و مطلق الإيمان سأشرح لك ثم تفرق بين الإيمان المطلق و مطلق الإيمان هؤلاء لم يكونوا منافقين لماذا؟ لعدة أسباب أولا الله سبحانه وتعالى قال لما خاطبهم لما خاطبهم سبحانه وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نسب إليهم الإسلام و المنافقون لم يعاملهم الله بهذه الطريقة نسب لهم أنهم قالوا أسلمنا صححا لهم جيد منها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبهم إشارة إلى أن قلوبهم سيدخلها الإيمان صحيح و فعلا دخلها الإيمان بعد ذلك وهذا ينفي عنهم النفاق وهذا ينفي عنهم النفاق ثالثا و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلدكم من أعمالكم لا ينقسكم و المنافق حبط كل عمله النفاق العقدي انظر إلى الفهم الدقيق لهؤلاء العلماء المنافق عقدي و إن المنافقين في الدرك الأسفل في الدرك والدرك الأسفل جيد و منها قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلاما فأثبت لهم إسلاما و نهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذا الدليل على أنهم لم يكونوا منافقين نفاقا عقديا بينما لو شاء الله لقال لهم قل لم تسلموا لا هم أسلموا قد اعترف الله لهم بالإسلام الدليل على أن المنافقين قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكذبهم كذبهم في شهادتهم بينما الأعراب لم يكذبهم قولوا أسلمنا و لم يتغلغ للإيمان بعد شاهد آخر بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان هداكم إلى طريقه أنتم الآن قلت لا إله إلا جيد هذه الخطوة الأولى من الذي هداكم لطريق الإسلام والإيمان الله إذن هؤلاء ليسوا منافقين هذه كلها أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم القسمة بين المسلمين والصحابة وكذا في غزة حنين نعم قال سعد أعطيت فلانا وتركت فلانا أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن الرسول يريد أن يعطي صلى الله عليه وسلم الدرس قال أو مسلم قال وهو مؤمن قال أو مسلم ثلاث مرات فقال وأثبت له الإسلام دون الإيمان ما معنى هذا الكلام ممكن الإنسان أن يكون مسلما وجاهلا مسلما مبتدئا يوميا يزدد مسلما مقصرا مقصرا أما تتهمه بالنفاق العقائدي فلا فلذلك هؤلاء كانوا جددا حديث إيمان انظر إلى شيء مهم جدا حين جاءوا ومنوا على رسول الله يمنون عليك أن أسلموا هم قالوا أسلم نعم آمنا قالوا آمنا آم القرآن لم يوافقهم قال يمنون عليك أن أسلموا يعني حتى ما أخذ لفظهم الذي قالوا به تصحيحا لهم إذا عندهم إسلام ظاهري وسائري قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قال العلماء هل قوله أن هداكم للإيمان يناقذ قل لم تؤمنوا ابن القيم يقول لا قل لم تؤمنوا نفي قاطع لم تؤمنوا الساعة يعني آه يتكلم عن الإيمان المطلق لم تؤمنوا ولم تصدقوا التصديق الذي يجعلكم على مقتضيات الشهادتين أما أن هداكم لمبادئ الإيمان هداكم لقول لا إله إله إلا أنتم بمأنكم سالمتم محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء جميل حقمتم دماءكم جيد خطوة رائعة لم تقفوا في الشق المعادي وتقاتل خطوة رائعة فلذلك أعطيك الآن الفرق الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ماذا يقول العلماء العقيدة؟ الإيمان المطلق يمنع صاحبه من جهنم أبدا إيمان مطلق وهو الراسخ القوي الصادق مطلق الإيمان جزء من الإيمان صاحبه مازال يتعثر وقد يشرب خمرا عن نسوية إيمان يدخل الجهنم لكن لا يخلد فيها الإيمان المطلق يمنع صاحبه من النار مطلق الإيمان لا يخلده في النار والمؤمن العصي يدخل لما يدخل والله ينال عقابك مؤمن يأكل ربا يشرب خمرا يعقو والدي ولكن يقول لا إله إلا علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة يدخله الله النار ويعاقبه ثم تسفع فيه كلمة الإيمان سبحانه الله بارك الله طيب قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين آه أنا ذكرتني أنت بمعنى جميل أن هداكم للإيمان على زعمكم الأول هذا يعني معنى الثاني يقوله العلماء لماذا ذكر الله أن هداكم للإيمان ولم يقل أن هداكم للإسلام يقولون على زعمكم إن كنتم صادقين في زعمكم الأول آه الأول نعم هذا هو وهذا معنى جميل بل الله يمن جل جلاله ويتفضل عليكم بالإيمان إن كنتم صادقين فإن الله هو الذي أدخل الإيمان في قلوبكم فهو دائما يرهبهم ويحفزهم على أن يعتنقوا الإيمان الصحيح وفعلا الأعراب آمن الكثيرون وأصبحوا من خيارة صحابة رضو الله طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من هذه السورة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملوا هذا تصحيح للعقيدة للأعراب و للجميع لجميع الخلائق بعدما قال آية الأولى قال والله يعلم ما في السماوات الأرض صح؟ يعلم ما في السماوات الآن أضاف معنا جديد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض لا تقول فقط يعلم ما هو ظاهر الغيب الذي لا تعرفونه وما هو الغيب الذي لا تعرفونه يوم القيامة يوم البعث الجنة عالم آخر النار هذا غيب بالنسبة لكم فالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وغيب السماوات الله أكبر يعلم غائبة الغائبة في السماوات والأرض يعلمها من باب أولى أن يعلم الظاهر وأن يعلم المكشوف آخر آية ماذا تقول؟ والله بصير بما تعمل لما تحدث عن الغيب حتى لا يذهب ذلك الأعرابي ومسكين البسيط يقول والله ويعلم الغيب وأعمالي التي أقوم بها الآن والله بصير بما تعمل بصير يرى المكشوفات والظواهر فكلمة بصير أخص من يعلم غيب السماوات والأرجيئ بها ليقول وأعمالكم مكشوفة بصير بها صحيح يعلم غيب السماوات؟ بعض الفلاسف يقولون يعلموا الكليات ولا يعلموا الجزئيات لا لا هذه الآية ترد عالم يعلموا الكليات ويعلموا الجزئيات وحين تحدث عن غيب السماوات أتى ببصير ينظر ويبصير ويرى ما تعملون وكلها آيات تصحح العقيدة وتحفز إلى الإيمان ونحن في الآية الأخيرة من سورة الحجرات رأيت واضحا رد العجز على الصدر حينما يقول الله صحانه وتعالى في مقدمة أو في بداية السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وهنا قال والله بصير بما تعملون وقبلها قال يعلموا عليم يعلموا غيب السماوات وهنا قال سميع هنا قال بصير سميع عليم هنا عليم بصير وانت ذكرتني الحمد لله ذكرتني بشيء هذه الصورة مليئة بالأسماء الحسنة حافلة عليم خبير تواب رحيم نأتي بها من الأول سميع عليم سميع عليم سيد محمد عندنا خبير بصير عندنا تواب رحيم عندنا غفور رحيم عليم حكيم قلناها عندنا عليم حكيم بارك الله فيك عندنا بصير بما يعملون عندنا عندما تحدث عن القبائل والشعوب خبير نعم عليم خبير عليم خبير كلها علم بكل شيء عليم بارك الله فيك هؤلاء ماذا تفعل السيد محمد والله هذه تربي المهابة في القلوب الصورة ماذا قلنا تنهى عن القبائح صحيح عن المناهي تربي الأخلاق والمسلم الذي يعلم أن الله عليم وأن الله بصير وأن الله سميع وأن الله خبير وأن الله بصير السيد محمد هذا شيء عجيب والله ينبز أخاه يسخر من أخي يغتاب أخاه فلذلك هذه المنهة عندما تريد أن تقدم عليها عليك أن تعلم تغتاب أخيك يا أخي الله سميه عليك مليئة حافلة بالأسماء الأسماء الحسنة العلماء يقولون في العقيدة وفي التفسير قول أن تربي المهابة إذا خلوت ذكرني البيت إذا خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل الله أكبر علي رقيبك فالرقيب سبحانه وتعالى والله أنت عندما كنت تناقشني في في قصة الغيبة كنت أود أن أذكر لك شيئا أن صحابيين من الصحاب يعني بقي لنا دكتور خمس دقائق هذه نجعلها خاتمة للصورة هذه الصورة عجيبة في الغيبة أنا قرأت أشياء كثيرة فالصحابيان جليلان طلب من سلمان الفارسي أن يذهب إلى أنس بن مالك أنس بن مالك خادم خادم نبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهما بإدام شيء من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء يعني تبرك يعني الجوع والأناس لا يجدون شيء هؤلاء لماذا قال الحجورات وسلمان الفارسي كان من فقراء الصحابة من فقراء الصحابة فذهب سلمان إلى أنس بن مالك فقال له لا شيء عندي كان يتوقع أن يأتي بشيء فأخبرهما أن لا شيء عندها أنس ذلك الصحابيان أو ذانك الصحابيان قال والله لو ذهب سلمان إلى بئر سميحة لغار مأوى لو وجد البئر قد غارت من باب التشاؤم من باب التشاؤم وستتكلم فيه لو ذهب سلمان إلى بئر سميحة لغار مأوى مثل ما تقلت والله لو ذهبت إلى البحر لو وجدته قد نشف يعني أو قد جف تطيرا يعني تطيرا فلما التقى يا برسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الإعجاز الله يعلمه معالجة لأصحابه قال أرى رائحة اللحم في أفواهكما صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لا أدل الآن الصبح فقال أرى رائحة اللحم في أفواهكما قال ما أكلنا لحما يا رسول قال لقد اغتبتما اغتبتما فهذا الحديث أيضا ينبه على أن من أب شعشي الغيبة وقلت لك سيد محمد بدأها بالنهي عن السخرية والنهي عن اللمس والتنابس والظن السيء والتجسس وأنهاها بالغيبة التي هي من أب شع المنكرات صلى الله عليه وسلم نعم القرآن في هندسته يبني شيء على شيء وأختمه أن أقول لا يسخر قوم من قوم وقال ولا نساء من نساء ولم يكررها عليك أن تسحبها في الفهم في المناهي كلها في المناهي كلها ما أعظم هذه الصورة التي تبني أخلاق في ضمائل المسلمين بارك الله فيكم فضيئة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء في الحلقة القادمة بإذن الله سنقف عند سورة قاف وهي من السور التي تبدأ بالحروف المقطعة المقطعة وهي آخر سورة في هذا الجزء تقريبا وقليلا من سورة الذاريات كذلك نعم ونبدأ الآن سبحان الله في السور التي تقصر علينا السور شيئا فشيئا ولذلك تسمى سورة قاف بداية المفصل عند جمهور العلماء هكذا بداية المفصل بعضهم يقول حجورات بعضهم يقول قاف والراجح سورة قاف ولماذا تسمى المفصل فصلت ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لقصرها هكذا سور القصار المفصل بارك الله فيكم فضيئة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة مع الأخوة المشاهدين نلتقي بكم ونحن في رحاب هذا الشهر الفضيل وفي رحاب كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا على قراءته وتدبر معانيه أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه جل في علاه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة يديدة من برنامجكم على ذوقك اليوم رح نسوي مع بعض نوع من أنواع